وانا ببحث عن عملك الان قرأت انك مسؤول عن احدى شركات تسويق اللاعبين يعني تدير اكتر من اللاعب موجود في كل العالم ومنهم عمر مرموش هل هذا صحيح؟ هذه المعلومة صحيحة سي اي استلا هذا هو هذه اسم المؤسسة او الوكالة الرياضية التي تقوم بتسويق اللاعبين وهي لا هديها روابط وصلات بجميع الاندية العالمية وجميع اللاعبين اما فيما يتصل بسيد عمر مرموش فاعتقد اننا لدينا اخبارا ولدينا خططا جيدة الرجل لدي مباريات ممتازة في الفترة السابقة وانا اعتقد انه ينتظر مستقبل المشروع اعذرني هطيل في هذه الجزئية تحديدا لانه بطبيعة الحال عمر مرموش واحد من اهم اللاعبين المصريين ونحب نتطمن عليه وعلى مستقبله كثير من الانباء بعد كهس الامر الافريقية الاخيرة تحدثت عن عروض انجليزية لعمر مرموش هل عمر مرموش فعلا يتلقى عروض من الدولة الانجليزية في الوقت الحالي؟ عمر مرموش حاليا لديه سوق عالمي مفتوح وبالتالي لا تستطيع ان تستبعد انه يتلقى عروضا من كل دول العالم هذه مسألة ليست غريبة ومسألة يجب ان نتوقعها جميعا لانه مستوى ادائي في المباريات واسمها الذي صار قويا كالعملة الزهبية والطاقة التي تمتع بها داخل الملعب تسويغه لتلقي مثل هذه العروض وبالتالي فلا نستغرب ان يتلقى واعتقد انه هو يحظى بحب جارف داخل نادي فرانكفورت انتلقت فرانكفورت وبالتالي فهذه العروض هي مسألة غير مستبعدة ولا نستبعد انه يتلقى هذه العروض ليس داخل المانيا فقط ولكن من جميع انحاء القارة الاوروبية تعرض عليه عروضا للانتقال اليها طيب عمر مرموش من وجهة نظرك وانت اسم كبير في تاريخ كرة القدم العالمية والألمانية بالتحديد يشبه مين عمر مرموش من لعبين ألمان تاريخيين يعني اعتقد ان عمر مرموش لديه نمط متميز تماما لديه عيناه ثقبتان في جميع انحاء الملعب اعتقد ان اكون لك بكل صراحة ان عمر مرموش لا استطيع ان اضعه في موضوع المقارنة مع شخص اخر او لاعب ألماني لكن عمر مرموش هو عمر مرموش هو شخص هو لاعب ممتاز لا يمكن وضعه في موضوع المقارنة حتى مع اللاعبين الألمان